أستاذ خالد سأبدأ معك يعني بناء على التقرير الذي شاهدناه هل يمكن أن توصف لنا واقع الحال في مصر؟ هل شعرت أن هناك مبالغة في وصف ما يحدث؟ ما الذي يحدث بالتفصيل؟ الحياة ما فيش أي مبالغة في كلام عمر كلام عمر بيعبر عن حالة شخصية هي جزء من واقع ربما فيما هو أثوأ منه بكثير المشهد العام أنا أتكلم عن أرقام عن وقع الصحافة في مصر خلال الفترة الأخيرة في أرقام واضحة على العل نحن نتكلم عن الآن 26 صحفي محبوس بالأرقام في خلال العام ونصف اللي فاتوا خرج 24 صحفي بعد قضاء مدة تطراح بين شهور وثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي بلا محاكمة وخرجوا دلوقتي موجودين لا تحكموش في أمامنا أكثر من ستمائة موقع محجوب بينهم مائة موقع صحفي بعضهم أغلق بسبب الظروف الاقتصادية بسبب الحجب أنا نصيبي منهم أربع موقع محجوب بينهم موقع محجوب أنا رئيس تحريره الآن بشكل عام القوانين اللي بتنظم عمل الصحافة بشكل عام هي خلقة يعني تم صياغاتها لتقييد عمل الصحافة أنا لما تكون الجهاز التنظيمي اللي هو المجلس أعلى إعلام للصحافة في مصر بيشرف على المواقع على الصفحات الشخصية اللي بيزيد عدد متابعية عن خمس تلاف واحد فده خارجي ده معناه أن احنا تحولنا من تنظيم المهنة للرقابة حتى على أفكار الأفراد نعم شكرا شكرا